إنه طفل آخر من أطفال مقاتلي حزب الله الذين يقتلون في سوريا ويعودون بالنعوش طفل لم يدرك سوى أنه فقد والده الذي كان يقاتل عربا على أرض عربية أخرى هذه صورة المؤثرة تناقلها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي وبعضهم أرفقها برسالة نصبت إلى مقاتل في جرود القلمون قالوا أنه أب لخمسة أطفال استشهد جميعهم في القصير ومما جاء في الرسالة نحن لم نقتل والدك فنحن بالأمس القريب ربما لم تكن أنت قد أبصرت النور بعد تقاسمنا وأهلك وجع الظلم والحروب والتهجير ولم نكن لنفرق بين أطفالنا وأطفالهم سألهم عن حرب تموز 2006 وما قبلها وسألهم عن رد الجميل في القصير وما بعدها وسألهم عن دمشق وريفها وعن حمصة ودرعة وحلب أستحلفك بالله أن تسألهم عن سوريا كل سوريا سوريا الشعب لا سوريا الأسد بتلاحظ هنا أنه بهذه الغمرة فيه شغلتين كثير كبير أول شغلة هي الغمرة اللي هو معوض يغمرة لديه وتاني شغلة اللي هي كتير خطرة هي لحظة الفراء يعني بهذه الغمرة فيه رسالة كيف بد يعيش بلاك وقت اللي أي طفل يمارس عليه عنف بيطلع عنيف هايدي الحقيقة أعنف شي ممكن تمارسه على ولد وقت اللي بيكون بيحبيه هالقاد ومعلق فيه هالقاد وبتقتله ليه كل الفعل وراء ردد فعل إلزامة وكل ما تضخم الفعل كل ما تضخم تردد الفعل بشكل متوازن مع الفعل هالغمرة الطيبة للبي قديش صعبة دي بتشوفها صعبة دي بتنزل الدموع أصعب بعد وقت اللي البي بيدفنوا ليده ولعل السؤال الذي يطرح نفسه إلى متى ستبقى سياسة حزب الله مصدرا لدماء ودموع آلاف الأطفال في لبنان وسوريا